دلال وصديقاتها في التربية النموذجية ننظر ونمشي ونمر أحداث كثيرة بحياتنا نعلم القليل منها هناك أشخاص يمرون بحياتنا ولا نعلم ماذا سيتركون لنا وسنترك لهم هذا حينا أسكن به وأدرس بمدرستي مدارس التربية النموذجية هذا فصلي وهؤلاء صديقاتي أجلس هنا وسوف أقص عليكم قصة صديقتي التي كانت تجلس بجواري إنها دلال خالد الدخل صديقة المحبوبة أحبها وأتذكرها كثيرا نبدأ يوماً الدراسي برؤية بعضنا وأتذكر زيارتي لها أنا وصديقاتي في المستشفى كانت تسألني عن الدراسة والاستعداد للاختبارات وعجبت بحرصها على درجاتها بالرغم من مرضها ولكن عندما سافر الدلال إلى لوس أنجلس عام 2008 ميلادي لعمل عملية جراحية لتدهور حالتها الصحية ولم نعلم أننا لن نراها ثانية قدر الله سبحانه وتعالى أن ترحل عن هذه الدنيا في عمر الزهور مطاهرة إلى جنات الخلد إن شاء الله لتنجو من كدر الدنيا وهمومها وشقائها بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أدركنا أننا نحبها ولذلك فكرنا كثيراً عن ما بداخلنا وتم الاتفاق على بناء مسجد ليكون هناك بيتاً من بيوت الله لإقامة الصلاة وليكون مركزاً توعوياً ودعوياً واجتماعياً لتعاليم الدين الإسلامي وكذلك دار لتحفيظ القرآن الكريم وبدأ البحث عن مكان يحتاج بالفعل مثل هذا المشروع ووقع الاختيار على قرية صغيرة في الهند وكان العمل يحظى بمتابعة وإشراف دقيق من مدير عام مدارس التربية النموذجية الأستاذ خالد الخضير وحرص الإدارة على تكريس هذه الأعمال لدى طالبات المدارس لما فيها من ثواب وتعزز من قيمة العمل الخيري وكانت فرحتنا كبيرة أننا بنينا بيتاً لها في الجنة إن شاء الله فقمنا بجمع التبرعات أنا وصديقاتي وكل من بالمدرسة من طالبات وعاملات ومدرسات وتكفلت مدارس التربية النموذجية بالجزء الأكبر من التكاليف المادية ومتابعة تنفيذ المشروع فالخير لا يضيع ثوابه والصدقة تنفع صاحبها حياً وميتاً إذا كان الغرض منها ابتغاء وجه الله والصدقة دليل على تقوى المؤمن وحبه للخير وإن من عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها ويدخل هذا الفعل أيضاً في الصدقة الجارية ويدل على ذلك ما ورد في الحديث فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره وولداً صالحاً تركه ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجة وحسنه الألباني ومتابعة من إدارة المدارس لأعمال إنشاء المسجد وإمداد الطالبات بصورة لنفرح بها حتى تم الانتهاء من بنائه نهائياً وأقيمت به الصلاة وكان هذا ما أحببنا أن نقدمه لصديقتنا دلال خالد الدخيل رحمة الله عليها وبمشاركة أحبائها من معلمات وإدارة المدرسة فعلاً أماكن كثيرة بحياتنا تحمل قصصاً أكثر إلى دلال خالد الدخيل الصديقة والأخت والحبيبة لن ننساك أبداً وستبقى ذكراكي تبهج القلوب كما كنت دائماً معنا حقاً إنها قصة وفاء اسمها دلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر